كاملين كلامنا مع أبطال كأس مصر الووتر بولو في النادي الأهلي أو كأس مصر للرجال مرحب عبد الرحمن هارون مدافع الفريق أهلا بيك يا كابتن أهلا بيك أهلا بحضرت ننورنا ومدين مبروك أهلا بنا خليك أهلا بنا خليك نرحب بكابتن محمود فياد طبعا مهاجم الفريق وأحد نجومه أهلا بيك يا كابتن فياد أهلا بحاجة ننورنا أهلا بنا خلينا أتكلم معاك بقى يعني رحلة الفوس كان فيه عدم انتظام للبطولة عشان كورونا وبعد كده دخلنا في موسم ما كانش فيه برضو الأمور أحسن حاجة ولكن عودة كأس مصر وفوزنا به أكيد ما جاش من فراء أجيدي نتيجة إعداد ببداية الموسم كلمنا عن رحلة تاتة أربعة شهور قبل الفوس بصوحيك وإحنا كلنا برضو يعني العرفين أخذ دوري اللي فاتحنا ما توفقناش فيه وخذنا وخسرنا الفايلة اللي فيه بس من بعديها كان قدامنا ترجط معين نحن عايزين نرجع السنة الجاية أقوى بكتير مش عايزين نتأثر بالخسارة دي فكنا مقرارين نحن عايزين نرجع نتمرن بس عشان خاطر نسبة نحن دي إحنا كنا فعلا نساعد نحن نكسب دوري اللي فاتح فبداية هذا نحن لما نزلنا الكاس قررنا نحن نعمل علينا كلمنا عن الأدات كمان الأدات بلدية كنت بتمرنه كم فترة في اليوم يعني بتديته من شهر كان بالزبط يعني بداية الأدات فدخلت عطول في الأدات فقدان عداية وكنا نتمرن الصبح وبالليل وأكيد كان فيه سفر تركية دائمة أه طبعا ده وفيه ده معسكر عادتوا وديه هناك أبدا أسبوع مصد أسبوع معايشة وتدريبات ومشات ودية وهكذا ورجعتوا من هناك بدأتوا بقي الاستعداد للموسم هنا طيب خساركوا في بداية المجموعة من هلوبلس فرق حدف ده سبب لكم إحباط أم لا كان ندافع أننا ناخد ده لأ خالص إحنا كنا بنلعب عشان نعرفين أننا برضو عملنا اللي علينا وكان برضو فيه لعيبة صغيرة كتير طالع معنا السنة دي ومكتش موجودة معنا السنة اللي فاتت فدي برضو كانت معامل مؤثر جداً فبرضو ما تأثرناش وكنا مقررين أننا برضو مش هنوقف عند الخطوة دي بس هي حاجة محبطة بصراحة في بداية المجموعة لما تخسر مباراة وكان نفسك اتحطيت أجبر عليك طريق صعبة لعبة الزمالك في الجزيرة في اللوبلس يعني حاجة برضو لو كنتش لعيبة يعني عندكو إرادة كنت ممكن تحبطها ما أنا بقول لحركة إحنا برضو عشان يعني إحنا كنا عندنا ثقاف إمكانياتنا جداً إن إحنا كويسين يعني مش منستحقش نخسر بص برضو إحنا مش هنوقف نفكر في الخسارة ده مناورة ظهرنا متمرانة جي على طول وما كانش في أي نوع من عنوال إحباط خالص سواء على اللعيبة سواء على المدربين سواء على أي حد خالص ما كانش في أي حد محباط خالص بعضية بالعكس إحنا كلنا حتنا قدامنا إن إحنا لازم نقابل الفرق دي تاني عشان نسبت نفسك آآ عشان نكسبهم تاني وبالفعل إحنا لما عيبناهم تاني كسبناهم وبذكور آآ بس هما برضو يعني إحنا كسبناهم بذكور هما برضو مكنوش يعني مش هما كانوا عشيين هما كانوا كويسين برضو آآ بس فرقة كبيرة آآ بس فرق يعني مش أنت بتكسبش فرقة سهلة آآ آآ فرقة الطبيعة بتاعها كويسة اشتركوا في القناة